الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنه يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قضوا منه وطران لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله عز وجل لخليله وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فتعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنو وكلما تذكروا بعدهم عنه أنو قال الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس خج البيت من استطاع إليك السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بيت بنته يد التقوى وشيده أبو النبيين للأجيال يرفعه أم جادوه في كتاب الدهر حافلة ثوب الجلال عليه الرب يخلعه فدرعت بسياج الدين حرمته والله من عبث الباغين يمنعه أولاه بالحج تشريفا وتكرمة حتى غدت موئل التقديث أربعه وكعبة الروحي بالتوحيد شاهدة كالشمس تصع نورا وهي منبعه بيت خلق من الحجر وأضيف إلى الله فأصبح محط أفئدة البشر بيت من زاره نفي مزاره وهجر دياره بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة حج قوم من العباد فيهم عابدة فجعلت تقول أين بيت ربي أين بيت ربي فيصبرونها قائلين الآن ترينه فلما لاح البيت قالوا هذا بيت ربك فأسرعت مهرولة إلى البيت وهي تقول بيت ربي بيت ربي حتى وضعت جبهتها على البيت باكية فما رفعت إلا وهي ميتة أتلها شوقها إلى بيت ربها الطائفون الراكعون لربهم خطقت قلوبهم وضج لسان فتزاحم الأقدام في ساحاته وترق بين ظلاله الأبدان كيف لا يحبونه وهو بيت ربهم وقد أخبر الله فيه وقد أخبر الله أن فيه آيات فيه الحجر الأسود وما أدرك ما الحجر إنه من الجنة لا إله إلا الله في الأرض شيء من الجنة ثم لا نشتاق إليه لا إله إلا الله في الأرض شيء من الجنة ثم لا ندرف الدموع عنده وحواليه قال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة وقال أيضا بأبيه وأمي إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا حديث صحيش وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا فالتفت فإذا عمر يبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ها هنا تسكب العبرات قلت أنا فنيئا للحجر فنيئا للحجر تلك القبولات من أطهر شم وأغلى بشر قال صلى الله عليه وسلم والله ليبعثنه الله يوم القيامة والله ليبعثنه الله يوم القيامة يعني الحجر له عينان يغفر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استقبله بحق حديث صحيح فيا الله كم سكبت عند الحجر من عبارات وكم رفعت عنده ومن حوله من طلبات ودعوات وكم سمعت هناك من آهات وزفرات يوم يقف الحاج خلف المقام إنه التوحيد يوم يقف الحاج خلف المقام بعد الصواف ليصلي ركعتين يقرأ الظركات الأولى يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يعلن الموحد رفته لأي عبودية سوى الله ثم يجدد الولاء في الركعة الثانية يقول هو الله أحد التي تتضمن التوحيد الخالص لله عز وجل إنه التوحيد يوم أن يقف طفى قائلا إن الطفى والمرأة من شعائل الله ثم يرجد في دعائه الحمد لله وحده أنجز وعده الحمد لله وحده أنجز وعده وقد قعته وهدم الأحساب وحده إنه التوحيد يوم يردد الحاج في يوم عرفة خير الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم خير وثناء من هناك انطلق محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويضحي هو وأطحابه من أجل التوحيد ومن هناك ومن تلك المشاعر والبطاع ودع محمد صلى الله عليه وسلم أمته وهو يردد معهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كانت حجة الوداع أول حجة حجة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجرته وآخر حجة في حياته ولذا سميت في حجة الوداع ودع فيها المسلمين ويقول لكم خذوا عنه مناسككم فهو سيد المرسلين ومعلم السوحيد الذي ورثه من الأنبياء قبله ثم بيّن لهم الحقيقة التي لا بد منها وهي أن وهي أن مطير كل إنسان كائن كان هو الموت فيقول لتلك الجموع التي سفت من حوله لعلي لا ألقاكم بعد آمي هذا لعلي لا أحج معكم بعد آمي هذا ثم يتنزل علي لي في عشية عرفة قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الجسلام دينا فبكى عمر رضي الله عنه عند نزولها فقيل من الذي يبكيك قال وهل بعد التمام إلا النقصة ثم في أواقف أيام التشريك تنزل عليه قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواجا فترجح في حمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا فعلم العارفون من الصحابة أن منيته صلى الله عليه وسلم قد اغفربت وأن نبته قد نعيت إليه وأنه يوجع أمته أطلق للأمة في تلك الأيام وصايا وتوابط ومسلمات ليتنا تداركناها من حين إلى حين من تلك العبارات والكلمات قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من فرق أكرمكم عند الله أسقاكم وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقع ألا هل بلغت اللهم فاشهد فأين الأمة اليوم من هذا الدرس العظيم وقد تفرقت وخلتت بين قومية ووطنية وتلفت العصبية القبلية والعادات الجاهلية إن التفاقر بالأنساب والألوان والأجنات باطل لأن الكل لآدم وآدم من فرق ألا تراهم في الحج بلباس واحد وبنداء واحد أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل المرئ ما لأخيه إلا عن طيب نفس فلا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم لقاب بعض فإني فاتركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنة ألا هل بلغت اللهم فاشهد يا أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا إنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم طروجهن بكلمة الله فاستقوا الله في النساء فاستقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا ألا هل بلغت اللهم فاشهد فأين دعاك السحرر والمطالبون بحقوق المرأة عن هذه الكلمات والعبارات أين أنت حتى تعرضي قدرك وقيمتك في هذا الدين فأنت عزيزة مكرمة ودع نبي الأمة الأمة ودع نبي الأمة الأمة في تلك المواقف والمشاعر بعد أن وصل حاضر بتبليغ الغائر أسمى الله به الدين وأقام به الملة فركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا خالف نسينا في ودادكم كل غالي فأنتم اليوم أغلى ما لدينا فسل الناس في الدنيا وإن لأمر الله بعدكم ما سلينا ولما نلقكم ولكن شوقا يدكترنا فكيف إذا انفقينا سأتوق إليكم بعض من الأحاديث التي شوقنا بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج إلى بيت الله في الحرام فقال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرقص ولم يطف رجعك يوم ولدته أمه ولما سألت عائشة قائلة نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لها لكن أفضل الجهاد حج مبرور وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله عز وجل ثلاثة في ضمان الله عز وجل أي في حبه ورحايته رجل خرج إلى مبتد من مساجد الله فأبشر يا عمار المساجد ورجل خرج غاضيا في سبيل الله فأبشر أيها المجاهدون ورجل خرج حاجا فأبشر يا حجاج بيت الله فلما سمع الصادقون هذه الأخبار والآثار انطلقوا منبين مجيبين لديك اللهم لفيك لديك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإليك بعضا من أخبار الملدين والمشتاقين قال الجريبي أحرم آنس بن ماذك من ذات أرسن فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل فقيل له فقال يا ابن أخي هذا هو الإحرام هذا هو الإحرام فكيف لو رأى اشتغال الحجيج اليوم بالقيل والقال وكثرة السؤال بل تدخين وغناء في أحب البقاح إلى الله حج مسروق فما نام إلا ساجدا لله ذرهم عرفوا قيمة الزمان وحرمة المكان ووقف مطرق بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني في عرفة فقال أحدهما ما أحلى هذا الجمع لو لا أني فيهم وقال الآخر اللهم لا تردهم اللهم لا تردهم من أجلي رحم الله العابدين على كثرة علمهم وخوفهم وجهادهم كانوا لا يرون أنفسهم شيئا في زحام في زحام ميناء اصدم رجل بسالم ابن عبد الله بن عمر فقال له الرجل ما أراك إلا رجل سوء فقال السالم والله ما عرفني إلا عنه فأين الذين يذكون أنفسهم أما الأزاعي الذي كان بعلم الله واعي فقد طال عنه ضمرة ربيعة حججنا مع الأزاعي سنة خمسين ومئة حججنا مع الأزاعي سنة خمسين ومئة فما رأيته مبتجعا في المحمل في ليل ولا نهار كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى الجدار وروا سليمان بن أيوم سمعت شكيان بن عيينه يقول شهدت ثمانين موقفا في عرفة شهدت ثمانين موقفا في عرفة وكان في كل موقف يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد منك وببيتك اللهم لا تجعل هذا آخر العهد منك وببيتك فوقف مرة ولم يقل ذلك فقيل له لمن لم تقل قال استحيئتم لقبي فمات من سمته كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصالح قال مالك أحرم علي بن الحسين فلما أراد أن يلبي قال هذا أرمي علي وسقط من ناقته وهو شم رأسه لله ذرهم كم انتلأت قلوبهم خشية وربة من ربهم لثان حالهم إليك إلهي قد أتيت ملبيا فبارك إلهي حجتي ودعائي قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحاشك ربي أن ترد بكائيا كفاني فخرا أنني لك عابد فيا فرحي إن صرت عبدا مواليا أتيت بلا زاد وجودك مطعمي وما طبع من يغفو لجودك الساعية إلهي إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاصة فؤادي من ذنوب ملبيا وإليك وإليك مجيد من الأخبار تقول الأخبار عن الحافظ البرزالي صاحب التاريخ والمعجم الكبير أنه إذا قرأ الحديث ومر به حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته ناقته وهو محرم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا رأسه وكفنوه بإحرامه فإنه يبعث يوم القيامة منذية فكان إذا قرأ الحديث يبكي بكاء شديدا ويرق قلبه فمات محرما في مكة فمات محرما في مكة رحمه الله روح دعاها من رصال حبيبها فتعت إليه تطيعه فتعت إليه تطيعه وتجيبه يا مدعي ستفى المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه أقول قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى ولا يتعب نفسه قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى ولا يتعب نفسه قلف ابن القيم رحمه الله كتابه من ساحة دار السعادة في مكة يقول في مقدمة الكتاب وكان هذا من بعض النزول والسحة التي فتح الله بها علي حين انقطاع إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكينا دليلا وتعبضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا فمن خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آمانه إن الله فطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما تأل اتفعوا بسم الله مغطورا لكم فسبحان الله فسبحان الله كم ترفع في ذلك اليوم من الجعوات وكم ترفع فيه من الصلابات وكم تغفر فيه من الزنوب والسلوبات قد أعتق عبيده ونحن عبيدك ونحن عبيدك فأعتقنا من النوع إن الملوك إذا شابت عبيدهم في ربهم أتقوهم إفقى أبراري وأنت يا ربي أولى بذا كرما فقد شبنا في الرق فأعتقنا من النار قال ابن المبارك جئت إلى التحيان عشية عرفة وهو جات على رقبتيه وعينه سهمنا فقلت له من أسوأ هذا الجمع قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم ما أعظم حسن ظنهم بربهم وهو أرحم الراحمين وقف أحد الخائفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء فقيل له لماذا لا تدعو فسكت فقيل له هذا يوم العس عن الزنوب فبسط يديه فبسط يديه فبسط يديه ووقع ميئة وكان أبو عبيدة الخواف إذا غلب عليه الشوق والغلق في ذلك الموقف قال واشوقاه إلى من يراني ولا أراه واشوقاه إلى من يراني ولا أراه فهنيئا لمن رتقه الله لقف بعرفة بجوار قوم يجعرون إلى الله بقلود محترقة ودموع مستبقة فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأغلقه وكم فيهم من محب أنتبه الشوق وأحرقه وكم فيهم من سائب نصح لله في التوبة وقدقه وكم فيهم من هارب لجع إلى باب الله وطرقه وكم فيهم من مستوجب للنار أنقذه الله فأعتقه وكم فيهم من أسير للأوزار فكه الله وأطرقه وكم فيهم من راج أحسن الظلم بالله فوفقه سبحان سبحان من لو تجدنا بالعيون له على حما الشوك والمسك ولا العشير ولا عشر من العسري هو الرافيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك النافذ القدر سبحان من هو أنسي إذا خلوت به في جوف ليل فكم من ليلة باتوا فيها على الجوع حتى كادوا يهلكون وكم من ليلة طاردتهم استباع في الغابات وطارقهم لذيذ المنام وكم من ليلة فحاط بهم الكوف من كل مكان فقطاع الطرق يعترضون المسافرين في كل واد وفي كل مكان رب ليل بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه يقول الحاج عثمان توقفنا للمبيت ليلة قريبا من إحدى الغابات فلدغتني حية وبدأ سمها يسري في جثني وأصابتني حمى شديدة وألم عظيم وشممت رائحة الموت وشممت رائحة الموت تسري في عروطي فكان أصحابي يذهبون للعمل وكنت أمكس تحت ظل الشجرة إلى أن يأتوا آخر النهار وكان الشيطان يوثث لي أما كان الأولى أن ترتقي أرضك بدل أن تكلف نفسك ما لا تطيق ألم يفرض الله ألم يفرض الله الحج على المستطيع فقط قال فأثرت هذه الوساوس في نفسي وبدأت أسقل وأضعب وكنت أرجع إلى أرضي وداري فلما جاء أصحابي نظر أحدهم إلى وجلي وسألني عن حالي فالتفقت عنه ومسحت دمعة ومسحت دمعة غلبتني فكأنه أحسى بما فيني فقال كن فتوضى كن فتوضى وصلي ولم تجد إلا خيرا بإذن الله أما قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاسعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلي راجعون قال فقمت فتوضأت وصلي فانشرح فدري وأذهب الله عني الحدم يقول كان الشوق للوصول إلى بيت الله الحرام قد ملأ قلوبنا وخفف عنا ألام السفر ومشاق الطريق ومخاطره مات ثلاثة منا في الطريق مات ثلاثة منا في الطريق كان آخرهم لما ركبنا السفينة إلى جدة قال لنا في وصيته قال لنا في وصيته إذا وصلتما إلى المسجد الحرام فأخبر الله تعالى أني مشفاق للقاء إذا وصلتما إلى بيت الله الحرام فأخبر الله أنني في شوق للقاء واسألاه أن يجمعني ووالدتي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحاج إبراهيم لما مات صاحبنا الثالث مثلني هم شديد وغم عظيم وكان ذلك أشد ما ناقيت وكان ذلك أشد ما ناقيت في رحلتي فقد كان أكثرنا صبرا وقوة خشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى المسجد الحرام فكنت أحسب الأيام والساعات على أحض من الجمر إذا ضرقت نحو الحجاز فحابة دع الشوق مني برقها المتطامن فلما وصلنا إلى جدة مرضت مرضا شديدا وخشيت أن أموت قبل أن أصل إلى بيت الله الحرام فأوصيت صاحبي أنني إذا مت أن يكثنني في إحرامي ويقربني قدر المستطاع إلى مكة ألا الله أن يضاعف لي الأجر ويتقبلني في الصالحين فيوشك أن يحول الموت بيني وبين جوار بيتك والطوات فكم من فائل لك ربي رغبا ورهما بين منفعل وحاب أتاك الراغبون إليك شعثا يسوقون المطلة والطوات مكتنا في جدة أيام حتى خط عني المرض ثم وصلنا المسيرة على الأقدام كانت أنفاتي تتسارع والقرح يمنأ وجهي والشوق يهزني ويشدني إلى أن وصلنا إلى المسجد الحرام فسكت الحاج وقو يروي الكصة سكت الحاج عثمان وأخذ يكفف عبراته وهو يتذكر تلك الذكريات ثم واصل الحديث قائلا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أني لم أرى وأشعر بلدك في حياتي كتلك التي منأت قلبي لما رأيت الكعبة المشرفة يقول فلما رأيت الكعبة فلما رأيت الكعبة فجدت لله شكرا وأخذت أبكي من شدة الرهبة والتيبة كما يبكي الأطفال فما أشرفه من بيت وأعظمه من مكان ثم تذكرت أصحابي تذكرت أصحابي الذين ماتوا في الطريق ولم يصلوا فأخذت أدعو لهم وحمدت الله أن بلغني الوصول مسألت الله أن لا يحلمني ولا يحلمهم الأجرى وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عندما لكم مقتدر يقول فمكتنا في مكة إلى موسم الحج فحجتنا ثم رجعنا إلى بلادنا بعد أن استمرت رحلتنا أكثر من سنتين وها أنا الآن يقول وها أنا الآن أقص لكم خبر تلك الرحلة التي مضى عليها أكثر من خمسين سنة الله أبراك بر سمعوا منادي الله وأبداً في الناس بالحج يأتوك رجالا وسمعوا منادي الله يناديهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت من متقين فخرجوا مسرعين وهم يرددون نبيك الله ثم نبيك نبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ناداه منادي الله قائلاً يا غافلاً عن الداعي يا غافلاً عني أنا الداعي يا متخلفاً عن زيارتي ناداه منادي الله قائلاً يا غافلاً عني أنا الداعي يا متخلفاً عن زيارتي أنا ألقى الطائف والتاعي يا مشغولا عن قصدي لو عرفت الطلاعي أنا أقمت خليلي يدعو إلى سبيلي وأزن في الناس بالحج يأتوك رجالا أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المحل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه لعزة من تعن الوجوه وتسلم يهلون بالبيزاء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلموا دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم تراهم على الأنضاء شعبا تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يسنهم لداتهم والتنعموا يسيرون من أبطارها وبجاجها رجالا ورقبانا ولله أسلم نقرأ ونسمع أولئك الذين نقرأ ونسمع عن أولئك الذين بدلوا كل غال ونفيس للوصول إلى بيت الله الحرام ثم نرى من حال كثير من المسلمين اليوم ممن تحقق فيهم الشروط ممن تحقق فيهم الشروط الشرعية الموجبة لحج بيت الله الحرام ومع ذلك يسوّفون ويتباطؤون ألا فليتذكر أولئك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحجة فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الضلة وتعرض الحاجة أتدري من المحروم اسمع واسمع إبارك الله فيكم عن أبي سعيد يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إن عبدا ضححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم فأمل في قوله لا يفد إلي ولم يقل إلى بيتي فالحج هو الرحلة إلى الله فكيف لا يكون محروما من لا يرحل إلى الله لبيك إن الحمد لك كل نبي وملك وكل عبد سألك لبيك إن الحمد والملك لا شريك فيه لك وكل من أهل لك سبح أو لباف لك والملك لا شريك فيه لك الله فهم فهم ضيوفك بين يديك وفدوا إليك شعثا غبرا وقفوا وقوفا راجين ونفروا نطور المؤملين وباتوا مبيت الخاشعين وضحوا تضحية الشاكرين ورموا رمي المعاهدين وتحللوا تحلل المبتهجين وطافوا طواف الممدعين فتقبل منهم فتقبل منهم ربنا فأنت وحدك الغفور البر الرحيم اللهم اجعل حجنا وحجهم مبرورا وسعينا وسعيهم مشكورا وذنبهم ذنبنا مغفورا اللهم من أرادة أو أرادة الحج فيسل لهم السبول يا رب العالمين ومن حرم ذلك فاكتب له الأجر يا بر يا رحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا بر يا رحيم اللهم احبب لينا الإيمان وزينه في قلوبنا وتره لينا الكفر والفسوق والعسكان واجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سفاعا ورخاءا وشائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم واخذ من خذلهم سنعراضهم واشكن دماءهم وفك أسران وأسراهم وثبت فجتهم يا رب العالمين اللهم اكبت عدوك وعدوهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز ربنا اقتل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمدنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكاترين تغطر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة